مصر كلها بتتكلم على اختيار حسام حسن كمدرب للفريق الوطن في ضمن حالة من العشوائية التامة دخل فيها قلاتي أسمائهم أنا أسف يا جماعة أنا عشان أطلع في البرنامج ده وأتكلم يا هتكلم بالطريقة دي يا ما اتطلعونيش تاني عشان بس أقول لكم بصراحة عشوائية من وزير الرياضة نفسه عشوائية من اتحاد الكورة الذي ولد بطريقة لا يعلمه إلا الله عشوائية في اختيار أي حاجة هتو حسام تعالوا هتو حسام واحدة واحدة مش انت قال محمد يوسف آه يمشي ليه هتو حسام يا حبيبي انت اللي قايل هتو محمد يوسف آه آه رجعت في كلامي ليه يا بابا ما فكرتش هو كده بقى هو كده احنا ممشينا كده طب وبعدين هتو حسام مين آه حسام ده أصله قوي هي كورة القدم بتأس بالقوة يعني كورة القدم دلوقتي معاييرها أصله حسام قوي ومصر كلها الخمسين ستين من اللي اللي بيفهمه في الكورة بقى رجاءهم الثلاث يام اللي فات والنبيها كابتن حسام ما تشتمش ولا تضرب حد يا السلام يعني بقى ده رجاء مصر كلها من مدرب الفريق قومي طب والتيكتيك والخطة مصر كلها قاعدة بتقول لمدرب الفريق قومي والنبي وامسك عصابك وانت بتمثل مصر القصة مش هتبقى حسام لعب بخطة كام القصة هتبقى حوارات حسام شكلها ايه؟ ده الفقرة اللي جاي يعني ده اللي جاي ده اللي هيكون لكن بقولك ايه؟ مش الشارع عايز حسام؟ يا عم ديهم حسام خليهم يهدوا السؤال هل انتوا فنيا فنيا متفقين بنسبة كبيرة في نسبة متفقة حسام شخصيته قوية على استوديوهات التحليلية شخصيته قوية على الشارع الرياضي شخصيته قوية بيرد يعني بيرد بقوة وعنيف في بعض التصرفات شفنا له فيديوهات كتيرة جدا انتشرت خلال الفترة اللي فات وطبعا الكوميكس طلع كتيرة جدا على حسام حسن طب الناحية الفنية اخبارها ايه؟ طب السي في اخباره ايه؟ لا 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 انت عارفت ده حسام حسن ده حسام حسن اللي كان بيجيب كور يعني بيجيب الكورة جون وهو في الملعب ابتكلم على المدرب السي في بتاعه ايه؟ بقولك ايه؟ السوشيال ميديا عايز حسام حسن احنا نجيب حسام حسن عشان يبطلوا وجع دماغ عشوائية الوزير والاتحاد ومنظومة الكور انا ااسف تا احساسي وده الحقيقة اللي انا مقتنع بيه لكن هل حسام حسن هينجع مع المنتخب الوطني؟ طبعا انا اتمنى او لازم اطلع اولا اتمنى يعني عشان لما بتكلم وفقا للأكواد الطبيعية لازم نتمنى ان حسام حسن ينجع لكن اعقلوا الامر كده درستوها فنيا؟ ولا هاتو حسام حسن بخوط الدفع ومعقولة يبقى حوار مصر كلها خلال تلت يام اللي فاتوا والنبي المدرب الوطني ما يتنرفس بدل ما نقعد نناقش في الخطة وازاي الاجيال هتعمل وازاي هنودي وازاي هنبص على المنتخبات الصغيرة نطلع منها وازاي نعمل معسكرات اعداد عشوائية تامة ده وجهة نظري ولكن لحد الجملة دي انتهى الموضوع من النهاردة انا ورى حسام حسن بس لو حسام حسن بتاع الاهل او بتاع الزمالك عمل حاجة وهو بيمثل مصر انا قاسف دي مصر بقى ده موضوع مختلف فبالتالي ننتظر ونشوف ونقيم اداء الكابتن حسام حسن